أقرأوها أقرأوها وما المشكلة؟ أنا ما عندي مشكلة في هذه القضايا نهائية نعم وهل كين اعتذر لك أستاذة زاهية؟ أكيد كين رسائل خاصة وكين رسائل تصلني في الخاص تاعتذارات وشكر أنا أشوف أسامحهم جميعاً وما عندي مشكلة لماذا؟ لأن في الأخير أنا سأبعث لوحدي وهم سيبعثون لوحدهم وسعة صدري تسع الجميع بإذن الله تبارك وتعالى لكن الأهم من هذا هو أن نربي أنفسنا لماذا؟ لأن أنا لا أرى هذه الأمور سليمة في الإنسان هي من أين جاءت؟ جاءت من ربما تنشئ خاطئة ربما انحراف الفطرة الإنسانية لأنه إذا تنتقد شخص أو إنسان ضع نفسك في ميزانه وانظر ما قدمت أنت ثم ما قدم هو هذا أبسط شيء ممكن يدير الإنسان أنه يوازن بين نفسه وبين من ينتقده لما يوازن أكيد متأكداً لا اشتها ما أعلنهاش سيجد في داخله الإجابة صريحة وواضحة أستاذة تحاول أن تقدم لا تزكي نفسها وكلنا يخطئ كلنا يخطئ ويصيب